هل هي حرب الساعة الأخيرة في اليمن؟ أم بداية فصل جديد من فرض الوقاع الجديدة على الأرض؟ تسارع وطيرة القتال حول مأرب بين الحوثيين والقوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية وحصيلة القتلى هناك تجعل الصورة كما لو أنها تصعيد في حدث المواجهة بين تلك الأطراف وبعيدا عن غبار تلك المعارك تتبلور صورة مغايرة تماما تبدو فيها الأحداث كما لو أنها تتجه نحو أنهاء الحرب في اليمن المشتعلة منذ سنوات وكلمة السر هنا هي المحادثات بين السعودية وإيران التي تشير إلى تقارب يلوح بين الطرفين الاختلاف بينهما فقط إن كان وقف الحرب في اليمن سيكون سببا داعما لهذا التقريب عم نتيجة تحددها المسارات المترتبة عليه فإيران بحسب تقرير لبلومبرغ تريد تطبيع العلاقات مع السعودية أولا قبل وقف الحرب وإعادة فتح القنصليات في البلدين في حين تصر السعودية على وقف الحرب أولا خاصة بعد تزايد التهديد الذي تمثله الطائرات بدون طيار الحوثية ذات التقنية الإيرانية لمشاءاتها الحيوية والنفطية وذلك في إطار صفقة كمقدمة لإعادة العلاقات بين الطرفين اللافت في تلك العروض المتبادلة بين الطرفين هو اعترافهما ظني بأن قرار وقف الحرب في اليمن يرتبط بمدى التوافق بينهما فهل كان اليمنيون طوال السنوات الماضية يخوضون فيما بينهم حربا ليست حربهم أصلا